السلام عليكم و مرحبا بكم بقناة مطبخ قامر اليوم حضرت لكم جواس الحم بالبسط طماطيش يجيب ببنين بزاف و مجمر نتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو الاخير و دروا وقت نخليكم على المقادير و طريقة تحتها بسم الله هنا هي الكوكوتا و ستازج مغرفة عسيد و مغرفة ماشي مع مرأة سمن لذا بلي هذك السمن ضفت طرفة اللحم على حسب العائلة و هناللحم ساعة نخليه يتقلى مليح في الكليدة باش كي تبجوا ساعة ما يتحرحلش و يجيب بنين هنا اضفتها حبة بصلة كما كم شوفوا قطعتها كده شرائح نخليها تتقلى مع ذيك اللحم خليها تتقلى مليح و النار هي قليلة و هننضف ذات حبة طماطيش هنا كان يحب ينحي القشرة و القطعها ديكيب و كان يحب يغابيها أنا أولادي بيحبو هلش طرفة هكذا تبن في الجواز هلوغ نغابيها يكونوا طيبين طبيعة الحل الطماطيش و هنالضفتهم غرفة طماطيش كوصندخي كيف كيف راه يتقلى لي بنسبة التوابن نضفت العكري هو الأولاني و هنا شوية سكنجبير و نضيف شوية قرفة ماشي بستفكي ماشي تغيل شوية طبعت الحل فرفل البيض هكذا ضفت فرفل البيض و نضيف الحر هكذا اللي يحب الحر طبعت الحل و نقلي هكذا كتواب الكامل نقلي و نضيف شوية على الماء تعرفوا التوابل دايما نضيفه كين نضيفوا التوابل دايما نضيفوا الماء بشوي نحلقوا لناش و نضيفت كمية البصل هنا لذي تحبت كانو كبار و نضيف هنا ماء سخون يعني ما نعمرش الكوكوطة تعيب الماء خاطر نعرفوا البصل اللي يطلق الماء باش جينا الماكلة بنينا ما تجيش يزغلي و ما يغلي هكذا نحلقوا مليح و نضيف الحميسة اللي كانت عندي في المجمد طيبة نص طياب نضيف هكذا من الفوق و نضيف الملح كي ضبت هكذا البصل نضيف الملح و هنهو شو هسين نغلق على الكوكوطة و نخليها لانقليلة نخليها طيب مليح و من ذاك نحرق الكوكوطة تعيبش هكذا البصل ما يحبطش في القاع القدرة و ينحرق كي ما كنتشوفوا هنا بعد ما تجمر لي جواز تعيب يعني نشوف كامل من الماء وبعد ما قعد لي 1 ساعتين و سقيته في صحن تقديم وكي ما كنشوفو فيه ما فيش حتى قدرت تعلمي يجي منجمر هاد الدواج لازم يجي منجمر بش يجي بنين وجاد شوية حار وريحتو ما شاء الله يعني طابعة الحلقة واحد كيفاش يتيب لحم بالبصوة الطماطيش هذي على طريقتي وانتمنى ان شاء الله تسيوا هاد الوصفة وتعجبكم ولعجبكم هاد الفيديو ما عليكم غلي تفاسي وجام وشكو في القناة لي اوسعكم كل جديد خليتكم في امال لا في فيديو اخر نشكركم على التعليق تاكم وخليتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته